مقاطعة بيليغرود الروسية الحدودية مع أوكرانيا كانت مسرحا لهجمات أوكرانية بالمسيارات تقول وزارة الدفاع الروسية إنها أسقط الثلاثين منها بينما يقول حاكم المقاطعة إن الهجوم أسفر عن قتيل وأربعة مصابين وعلى عمق مئة كيلومتر داخل الأراضي الروسية وجدت المسيارات الأوكرانية طريقها إلى مخازن ذخيرة في أولخوفاتكا بمقاطعة فورونيش الروسية لتسجل ساعات الصباح الأولى استمرار انفجارات الذخائر على الجانب الأوكراني تقول وزارة الدفاع في كييف إن قواتها خاضت مائة وسبعين اشتباكا قتاليا على خط الجبهة خلال أربع وعشرين ساعة وإنها قتلت وأصابت ألفا ومائتين وثمانين جنديا روسيا رغم هجمات روسية بآلاف من قذائف المدفعية والصواريخ والقنابل الانزلاقية على الجبهات وفي الأثناء أدى تصاعد الانتقادات لقائد القوات المشتركة الأوكرانية الفريق يوري سودول وخصوصا من كتيبة أزوف القومية التي اتهمته بالتسبب في انتكاسات عسكرية خطيرة أدى إلى إصدار الرئيس الأوكراني أمرا باستبداله فورا نقشنا قضايا الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية وقررت إقالة قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الفريق يوري سودول وتعيين العميد أندريا هانوف في المنصب ذاته وبينما تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها التاسعة والعشرين تكافح فرق الدفاع المدني في مدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا لإخماد حرائق كبرى بعد هجوم روسي ضرب المدينة وأدى لاشتعال حرائق في مستودعات للأغذية ترجمة نانسي قنقر